قال السيدة ماذا تقول في الذين يقولون ان الشيوخ هم الذين ينفعون ويضرون طيب ده طالب من حاسوب قال ومضى فيها ذاته مضى في السؤال نحن نجاوبك إن شاء الله تنشر في الحاسوب ذاته تخليها الجواب ده شان ذاته تنشر لنا حواسيب التانين حاسل دقل حاسوب وغيرهم قال الشيوخ هم الذين ينفعون ويضرون الموضوع ده باختصار الله جل في علاء ذكر في القرآن أن هؤلاء لا يملكون لأنفسهم فضلا لغيرهم نفعا ولا ضر قال تعالى قل من رب السماوات والأرض والآية دي فيها خمسة قل خمسة قل قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفتخذتم من دونه أولياء مالون الأولياء يا الله سبحانه وتعالى أذكرته نينا قال لا يملكون لأنفسهم خلي لي كتا لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضراء ما واضحة قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهر وقال تعالى مخاطب النبي صلى الله عليه وسلم في سورة العراف قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله وإلا ما شاء الله من الذي شاء الله من الذي ينفع الله من الذي يملك الضر الله ولذلك إلا ما شاء الله هو الذي يملك سبحانه وتعالى المشيئة فأنت تلجأ إليه جل في علاه بعدين الله قال في سورة الجن سبحانه وتعالى قل قل إني دا لن رسول عليه الصلاة والسلام تقول لي شيخ قل إني لا أملك لكم انت زات قل إني لا أملك لكم انت يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم ودي لإمام الأمة دي ولي سيد الأمة دي صلى الله عليه وسلم ولأفضل رجل في هذه الأمة وفي غيرها من الأمم صلى الله عليه وسلم قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا ما واضح قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحد طيب إتا وظيفتك شنو إلا بلاغا من الله ورسالاته أنا ببلغ بس لكن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر